يقول الأخ هل يجوز للمصلين أن يجعلوا بينهم مسافة متر أو مترين عن يمينهم وشمالهم في الصف في صلاة الجماعة وقايا من هذا الوباء؟ ينبغي يا إخوة أن نعلم أن وقوف المصلين في صف واحد ولو كانوا متباعدين ليس من باب صلاة المنفرد خلف الصف لأنهم في صف واحد إذن هذا ليس من هذه المسألة يقينا بقي أن الأصل أنه يجب تراص المأمومين الجمهور يقولون هذا مستحب والتفريج مكروه لكن الصحيح أنه يجب لكن إذا وجدت الحاجة جاز تباعد المصلين فإذا كنا بين أمرين إما أن نقول لا يصلون جماعة وإما أن نقول على أساس علمي يصلون جماعة ويتباعدون فإنهم يصلون جماعة ويتباعدون ولا حرج في هذا على أنه يلتزم بما يوجه به ولي الأمر في المسألة ففي هذه المصالح العامة الأمر منوط بولي الأمر